يعني بعيداً على المواضيع هذه الكتب بخصوص ممارسة فعل الكتابة يعني أعتبرك من أروع الأقلام لتنشط بمنشورات جميلة جداً يعني في السوشال ميديا لتحاول تنشر الطاقة الإيجابية لتحاول تغير من السلوكيات السلبية هل تكتب كل يوم؟ والله أنا أشعر برغبة جامحة في الكتابة أنا أتشافى بالكتابة وأتعافى بها وأعيش بها وأتنفس بها وأكتب مجاناً وما عنديش مشكلة أكتب مزاج والمزاج لما نكون في مزاج جيد أستطيع أن أكتب مذكرات وأكتب يومياً يعني ما عنديش إشكال وأحياناً لا أحب الظهور كثيراً فأكتفي بمنشور واحد وأملأ بعض المنشورات أملأ التعليقات بالمنشورات حتى لا أظهر كثيراً أنا من النوع الذي لا أحب الظهور كثيراً لكن مليحها من عندك مرة على مرة تطل على المتابعين أنا لا نعريش يكفي أنه الناس تقرأوا لنا وإذا قرأ هذا كإنسان وأعجبه والله تبع هذاك الطريق فنحن أنه له من الناصحين أدعي أنني ناصح أمين لأنني أمري قلت الإنسان دير حاجة مش مليحة أو أمري وجهة إنسان لطريق تعشر فكل طرق لنوجهه الناس لها هي طرق جميلة طرق إيجابي لتغير الحياة إلى الأحسن أنا نقول لك روح دير حياة صحية روح مارس الرياضة تفائل نود مليح روح دمليح كون مليح إنه الحياة واحدة الإنسان ما رحش يعيش مرتين يعيش مرة واحدة فليعيشها بشكل جيد هذه فقط